السلام عليكم أردت قبل فترة طويلة جدا قيام بهذا الفيديو لكن كل مرة كنت أؤجله بسبب ضيق الوقت وهو عبارة عن تجميع من الجيل القديم وبالضبط الجيل الثاني والثالث من أنتل والسبب انتشار كبير لهذه التجميع مع أنها مصنوعة من 2002 وكذلك ما رأى ذائها في الألعاب الحديثة اليوم والبداية باللوحة الأم وهي من شركة إنيجما وفي الوقت الحالي سعرها ما بين 33 دولار حتى 37 دولار في المحلات وهي جد عادية بالنسبة لسعرها فالVR أم فيها ضعيفة جدا وتحتوي فقط على 8 مصارات للPCIe ومكانين للرامات وبالنسبة للمعالج فقط اخترت الزيون 1220 نسخة ثانية وتأتيني رسائل كثير عن هذا المعالج ورأيي فيه لهذا سيكون جيد للتجربة وقد اشتريته بحوالي 10 دولار من إي باي قبل فترة طويلة جدا وهو يحتوي على 4 أنوية وأربع مصارات وحجم الكاش فيه هو 8 ميجا وهو أكبر بنسبة للمعالجات العادية لهذه المنصة وقد وضعت فقط المبرد الأساسي الذي يأتي مع معالجات أنتل وسعره كذلك في حدود 10 دولار وبالنسبة للرامات فقد وضعت قطعتين من حجم 8 زائد 4 جيجا والسبب أن معظم الأشخاص يكون لديهم رامات من حجم 4 جيجا وعند التطوير يضيفون 8 أخرى وسعرهم في حدود 9 دولار للـ 8 جيجا و 5 دولار للـ 4 جيجا وكارت الشاشة فقد اختارت الـ RX 580 ولسبب ما يطلق عليها محبوبة الجماهير مع أنها من أكثر الكروت عرضا للمشاكل وسعرها في حدود لـ 75 دولار وهي بنفس قوة الـ RX 570 بسبب عدد الشادرز الأقل فيها بالنسبة للنسخة العالمية وهذه الكارت من أوائل الكروت التي وضعت عليها مراجعة في القناة والتخزين فقد وضعت SSD بحجم 125 جيجا زائد قرصص بحجم 500 جيجا وسعرهم مع بعض سيكون في حدود 18 دولار وأما الكيس فقد وضعت واحد عادي جدا وسعرهم في المستعمل حوالي 10 دولار أيضا وآخر قطعة هي الـ Power Supply وكذلك وضعت واحدة عادية جدا مصنوعة في 2012 بقيمة 500 واط وسعر Power Supply بهذه المواصفات قد يكون في حدود 16 إلى 20 دولار والحين الانتقال إلى تركيب القطعة وبعد تشغيل حاسوب بنجاح انتقت إلى تجارب الألعاب مباشرة والبداية كانت على لعبة هاكوار ليغاسي على 1080p Low Setting ومن شدة فخامة التجميع فقد هاجر كل سكان القرية التي كنت أتحرك فيها وقد كانت هناك بعض الضروبات أثناء الحركة والنتيجة كانت حوالي 40 فريم كمتوسط والتجربة تعد سيئة نوعا ما والثاني لعبة هي ألدرينج على 1080p High Setting وحتى عند تنزيل إعدادات أكثر لم تتحسن التجربة والسبب أن المعالج محدود ولن يعطي أكثر من 40 فريم في أحسن الأحوال والشيء الإيجابي الوحيد هو أن البلسات في هذه اللعبة تكون في معظم الأحيان في منطقة مغلوقة لهذا الفريمات قد تسعد حتى الستين وتبقى مستقرة وثالث لعبة هي فورتنايت على 1080p على البرفورمانس مود والنتيجة حوالي 97 فريم كمتوسط مع وجود دروبات وهي قابلة للعب لكن لا يمكن القول عليها أنها تجربة جيدة ورابع لعبة هي لاستافا سبارت وان على 1080p Low Setting وأول شيء يمكن ملاحظته هو أن منظر اللعبة سيء بشكل كبير مع وجود دروبات بسبب أن المعالج يعمل بأقصى طاقته وعطت اللعبة حوالي 38 فريم كمتوسط ويمكن إكمال اللعبة بهذا الشكل باعتبارها طور قصة لكن لن تكون التجربة هي الأفضل وخامس لعبة هي إنديانا جونس التي قدمت أداء خرافي وكل شيء عمل بشكل جيد لكن كل هذا كان فقط على اليوتيوب لأنها لم تشتغل أصلا وآخر اللعبة معنا اليوم هي السياسة على 1080p Low Setting ومع أن متوسط الفريمات كان في حدود 60 إلا أني أحسست أن الحاسوب كان سينفجر كل مرة أطلق رصاصة في اللعبة حيث كانت تحدث دروبات بشكل متكرر جعلت تجربة سيئة جدا وسعر التجميعة كلها هو حوالي 190 دولار وقد يظهر لك أن سعرها جيد بالنسبة لآدائها وربما تفكر في تغيير معالج إلى الـ i7 جيل ثالث لكن هذا لن يجعل التجميعة أفضل فإذا قارننا هذه التجميعة مع تجميعة 500 دولار التي وضعت عليها فيديو في القناة فهي تعطي أكثر من ثلاث أضعاف في الآداء مقابل ضعفين ونصف في السعر فقط يعني باختصار بشرائك لهذه التجميعة فأنت لا توفر أي مال بل بالعكس أنت تضع مال في قطع عمرها أكثر من 10 سنوات ورغم أن الكارت الذي لديه اشتريته قبل سنتين وما زال يعمل فهذا لا يعني أي شيء فأنا لم أكن أستخدمه بشكل كبير والفيديوهات التي تراها في اليوتيوب تستعمل هذه الفئة من الكروض القديمة لا تعطيك النظر الكامل عن نسبة تعطولها وشخصياً تواصل معي أشخاص وقعوا في فخ شراء الكروض القديمة وانتهت في الزبارة والبعض منهم لم يتعلموا الدرس حيث اشترى عدة كروض أخرى وحصل له نفس المشكلة والأسوأ من هذا أن مجموع سعر الكروض التي يشترونها قد يستطيعون شراء بها كرس أحدث وأفضل بالتأكيد قد تجد بعض من هذه الكروض بحالة جيدة لكن لا تنسى أيضاً أنها قد لا تشغل أصلاً ألعاب القادمة مثل ما رأينا مع لعبة إنديانا جونز فكل كروض الجي تي إكس ألف والأر إكس خمسالاف الأقل منها لن تشغل الكثير من الألعاب في المستقبل وأخيراً إذا رأيت أن هذا الفيديو كان مفيد لك فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك سلام